بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم مع كنز عظيم جديد من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس روى عبد الرازق في مصنفه وابن الدريس في مسنده عقوفا على أبي مسعود الأنصري رضي الله عنه وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل يا أيها الكافرون في ليلة فقد أكثر وأطاب وفي رواية فقد أكثر وطيب قال العلماء في تفسير هذا الحديث أي أكثر من الحسنات أي تكون من المكثرين من الحسنات إذا قرأت سورة الكافرون في ليلة يعني كم الحسنات ده إيه الله أعلم لكن سيدنا أبو مسعود يقول فقد أكثر يعني تكون من المكثرين من الحسنات يعني تأخذ حسنات لا يعلم مداها أو عددها إلا الله سبحانه وتعالى الرسول على السلام كان ينصح أصحابه بقراءة سورة الكافرون عند النوم في ثلاث حديث مختلف سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا جبل ابن الحار ابن حارثة أخو سيدنا زايد ابن حارثة وصحابي ثالث ما عمش اسمه نوفل أو إيه قال له اقرأ صورة الكافرون عند نومك في كل ليلة يعني حتى في أحد الصحاب قال له رسول الله إني حديث عهد بكفر فعلمني آية أقرأها تبرئني من الشرك فقال له اقرأ قل يا أهل الكافرون فقال روي الحديث ما تركها ليلة كل يوم لازم اقراها والأمام الديلامية أيضا تكره في حديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقضى مدجعة قرأ قل يا أهل الكافرون في كل ليلة ونقرأ صوت الكافرون وصوت الإخلاص في الرقعة الأولى والتانية في كل رقعتين على قد تقدر عندما تخش المسجد تحية مسجد تقرأ صوت الكافرون وصوت الإخلاص في صنة الفجر سنة كافرون في الرقعة الأولى والعندين الإخلاص في الرقعة الثانية في صنة المغرب قلت لتركوا قبل كلا لو تتذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن اللي بي تصعد لرقعتين بعد صوت المغرب قبل أن يتكلم يقرأ في رقعة الأولى كل يا أهل الكافرون وفي رقعة الثانية كل الله أحد خارج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستشتاش كبائر وصغائر ولما سمع للصحابي في صنة الفجر يقرأ بالكافرون أشار إليه وقال بريء من الشرك وفي صوت الإخلاص قال هذا رجل عرف ربه وفي رواية آمن بربه ولذلك يتعطيك براءة من الشرك بإذن الله الأجمر والأصغر خاصة الأصغر اللي هو أخفى من نبيب النام لكل الناس تقعوا فيه بلا استثناء فهم نحتاجين تهارم كل أول بول من الشرك الأصغر لو تفتكر كنت قلت لكم قولوا بعد كل صلاة اللهم أيني أعوض بك بنقشك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلم لأن الزكر هذا ينقيك من الشرك الأصغر اللي هو أخفى من نبيب النام لكل الناس تقع فيه فأيضا سورة الكافرون أحد الطرق الأكيدة لتطهير قلبك من الشرك الأصغر الذي هو أخفى من دمي النبي وأنواعه لا تحصى يعني الشرك الأصغر ده أبوابه لا تحصى مجرد أنت تسرح في الصلاة وتسيبه ربنا سبحانه وتعالى وتسرح في أي أمر من أمور الدنيا دون أنواع الشرك الخفي لأنك فضلت الشيء ده على ربنا سبحانه وتعالى مجرد أنك تسمع الأذان وتكست تروح الجامعة ده شرك لأنك فضلت الشيء اللي أنت فضلت البيت وما لبتش الأذان ولوحد قالك تعالى عديك قد كده من الفلوس مئة ألف جنيه ستروح تجد لكن ربنا من ناديك ما تروحش فإذن أنواع الشرك لا تحصى فضلت مصلحة دنياوية على الأمر من أمور الله سبحانه وتعالى فضلت شهوة كل ده نوع من أنواع الشرك فإذن نحن محتاجون للإكثار من صوت الكافرون لأنها بتعطينا براءة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر وأقول كمان دايما بعد كل الصلاة أنا أفعل ذلك اللهم إني أعوذ بك من أن أرشك بك شيء أنه لا أعلم أو أعلمه وأستغفره كلمة لا أعلم ده برضو فيه طهارة طهارة من الشرك الأصغر كل يوم طهر قلبك كل يوم بعد كل الصلاة بالدعاء ده فياريت إكثار من صورة الكافرون ما تخليش ليه لا أتعدى عليك زي ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بيعبل كان إذا أخذ مدجعة يقرأ صورة الكافرون فمتخليش اليوم يمر عليك أن تقرأ صورة الكافرون بنية الطهارة من الشرك الأصغر الأكبر النظافة والتطهير المستمر من الشرك الأصغر الذي نقع فيه كل يوم الإكثار من الحسنات تكون من المكسرين من الحسنات فمن قرأها في ليلة فقد أكثر وأكثر وأطاب وفي ريلة أكثر وطيب هذا كلام سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وتقرأها تقرأ الكافرون والإخلاص في كل راكاتين تقراهم كل راكاتين خفاف بالليل في صلاة الليل أو عندما تبتدي في صحية المسجد سنة الفجر سنة المغرب كلما تلاقي فرصة المهم لا تخليش يوم يعدي عليك لما تقرأ فيها صورة الكافرون مرة أو أكثر فأنا أخبرت لكم الحديث العظيم دوت في الوصف إنسان هو سخون شهور الشهاد العلم في طواب العظيم العلم علما في اللي هو أجرم عام بيام القامة وشوش تفعيل الجرس واشتراكم هنا لإصلاقكم كل جديد وتساعدونا كل قوليات استخدارونا ترجمة نانسي قنقر